بسم الله الرحمن الرحيم هنتكلم في الجزء الأخير من محاضرة أدنية المانجمت لمرضى الكانسر ومرضى اللي بياخدوا كيمو ثرابي وريديو ثرابي تكلمنا في الجزء الأول من المحاضرة كأنتردكشن أعب من الموضوع والجزء الثاني تكلمنا عن ريديو ثرابي والكيمو ثرابي الجزء الثالث تكلمنا فيه عن المانجمت الكوبليكيشن اللي بتصير من ريديو ثرابي والكيمو ثرابي وجزء الأخير هنحكي عن الأستيو ريديو نيكروز حسابكم روابط أول ثلاث أجزاء في التعليقات الأستيو راديو نيكروزز هو condition بصير فيه exposed bone واللي ما بصير ill healing واللي بتصير بعد high dose من radiation للجو زي الصورة اللي أمامك بصير devitalization للبون بسبب الرادياشن و remaining bone بكون in effect in self repair الأستيو راديو نيكروزز بصير من ال changes اللي بتصير من الرادياشن زي الhype cellulary ال hypovascularity وال ischemia في أغلب الحالات التشو اللي بتكون مغطية ب bone بصير لها damage و غالبا هذا بصير قبل البون نيكروزز ال remodeling يتوقف في البون ونتيجة حصير عندي sharp area على الألفل الرج واللي مش حصير لها smoothening لحالها بعد وقت طويل الصور اللي أمامك الصورة A هو بداية حوالي الroot لل lower right muller B بعد 6 شهور لاحظ كيف زاد عندي راديولوسنسي والسن بعد ان خلع و لاحظ كيف لما بدأ يروح الريمس C بعد 5 شهور من الخلع لاحظ كيف ما صار healing للوند و بدأ ال destructive process بالانتشار و نتيجة باثولوجيكي فراكشور للمانديبل الصورة دي بعد ما شاله الدفايتلايز بون هو بصيب أكتر البصير المانديبل لأنها موردنس هو بلد سبلاي عن المكزلة اللي هو مرضى اللي يستمره في تدخين بعد العلاج و المرضى اللي يصير عندهم الترماتيك بروسيجرز مثل الاكستراكشن مثلا أيضا الرسك أعلى في المرضى الدينشولوس و المرضى اللي عنده بوردينتال ديزيز يصير مع النونسيرجيكيال بروسيجرز زي الكوريتاج أو مع الـ Reduction in Blood Supply زي مستخدم فاسيو كونسيركشن للمكان و ممكن يصير حتى Spontaneous Osteoradio Necrosis خطر الإصاب مع المرضى بيضل طول حياتهم عشان هيك لازم تواصل مع الأنكولوجيست قبل الـ Invasive Procedures السيفير بين ممكن يسبب Osteoradio Necrosis من الشغلات اللي بنعملها عشان نتجنب حدوث Osteoradio Necrosis أول شيء يفضل لك تعمل RCT عن الإكسراكشن أنك تستخدم نون لدوكيين أنستيزيا واللي فيها كمية قليلة من الإبنيفرين أو حتى إلها لحتوي إبنيفرين بالمرة استخدام Atromatic Surgical Technique لو كانت السيرجيري ضرورية استخدام Antibiotic Prophylaxis أو Antibiotic خلال أول السبوة على الهيلينج استخدام Hyperperic Oxygen قبل الـ Invasive Procedures وجهاز الـ Hyperperic Oxygen في الصورة أمامك لكن لو صار مع المريض أول حاجة ممنوع المريض يستخدم أي بروسيزز ولازم المريض يهتم بشكل كبير في الأورال هيلث لازم المريض يعمل Irrigation باستمرار لكي يشيل Nucrotic Debris بالصلاين أو Antibiotic Solution في بعض الأحيان نعطي المريض Systemic Antibiotic لأنه Osteoradio Necrosis هو مش Infection أنه هو عبارة عن Non-Healing Hypoxic Wound و لأنه أيضا الفاسكوليري تحت المكان قليل Systemic Antibiotic ما بتكون لها فاعلية كبيرة طب إحنا ليش بنعضي Systemic Antibiotic من دلالكلام هذا بنعطيه لعشان Acute Secondary Infection ممكن تصير وعشان نمنع Spreading تعلق Infection أي شيء يلوز في مكان الإصابة لازم ينشال بدون ما ينسكر للSoft Tissue وفوق البون المصاب الWound اللي أقل من 1 سنتيمتر غالب يصير لهيلينج لكن بيستقرق وقت طويل ممكن يصل لأسابيع أو لأشهر الNon-Healing Wind والExtensive Area من الأستيوريدو نيكروز بلزمهم Surgical Intervention في السيرجري بنعمل Resection للExposed Bound مع Margin من الUnexposed Bound وبنعمل Primary Soft Tissue Closure نسبة نجاح العلاج بتكون تقريبا عالية في كثير من الحالات مع استخدام الHyperperic Oxygen بتزيد نسبة النجاح ممكن بعد الجراحة نعمل Graft عشان نغطي الديفكت الموجود الصورة لأمامك الصورة الأولى لا Exposed Devitalized Bound على الIver Ridge الصورة الثانية صورة B هي Panorama مبين فيها Diffuse Irregularity على Left Side الصورة C Surgical Exposure للمكان مبين فيه الأستيور ريديو نيكروز الصورة D بعد من شاء البون اللي في Alvercrest الصورة E هو Alvercrest اللي شلناه مع Safety Margin اللي حكينا عنه الصورة F عمل بالإكلوجر للسوفتشو والصورة G بعد 8 شهور من البانوراما مبين فيها بداية Healing للبون تخيل بعد 8 شهر بدأ فيه بداية Healing للبون هيك احنا بكون تكلمنا سريعا عن الموضوع ان شاء الله تكونوا استفتوا من المحاضرة ومن باقي محاضرات الDental Management لمرضى الكانسر والكانسر ثربي ان شاء الله تكونوا استفتوا من المحاضرة ومن باقي اشتركوا في القناة